التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد رئيس عبدالفتاح السيسي بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية الماتينة والممتدة معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الملك لوي فليب ملك بلجيكا وذلك بمقر القصر الملكي ببوكسل وصرح متحدث الرئاسة بأن الملك فليب رحب بالرئيس السيسي في زيارته الأولى لبلجيكا مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصداقين على المستويين الرسمي والشعبي ومؤكدا حرص بلاده على تنمياتها في مختلف المجالات كما أشهد الملك فليب بدور مصر المحوري على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمية كما التقع الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل وصرح متحدث الرئاسة بأن ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى لرئيس السيسي إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع مصر من جانبه أكد الرئيس السيسي المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية وتطرق الاجتماع إلى ملف التنصيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشور بين الجانبين مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية للأزمة كما حرص ميشيل خلال اللقاء على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فيما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقاً لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وهو ما سيكون له عكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات البلجيكية القائمة في مختلف القطاعات وخلال لقائه مع ممثل مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا أشر رئيس سيسي إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هي المضلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة لذلك من جانبهم أعرب رجال الأعمال البلجيكيون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء والذي يمثلوا فرصة كبيرة لتعزيز أواصل الصداقة والتعاون المشترك مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 2765 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 393254 حالة وفي بينها اليومي أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2101 حالة إصابة جديدة و54 حالة وفاة قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا ستيفان بانسل إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بأميكرون جاهزا بحلول أغسطس المقبل لافتا إلى أن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي غرعة جديدة من اللقاح الحالية كما أكد بانسل أن مودرنا في أفضل تصورات سيكون جاهزا لديها بحلول أغسطس من العام القادم ما يسمى باللقاح الشامل الذي يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلوانزا وأمراض أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي لقي أربعة وتسعون شخصا على الأقل حدفهم في البرازيل جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة باتروبوليس التاريخية الوقع في منطقة جبالية بولاية ريو دي جنايرو البرازيلية بشكل تسببت في انهيارات طنية دمرت المنازل وسيول غمرت الشوارع وقرفت السيارات والحافلات وأوضحت السلطات البرازيلية أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تعرض ما يقرب من 80 منزلا للانهيارات الأرضية وقال حاكم ريو دي جنايرو كلاوديو كاسترو أن الوضع يشبه ساحة حرب معلنا الحداد ثلاثة أيام كما تم نقل النزحين إلى المدارس وأماكن إيواء أخرى في حين طر أكثر من 300 شخص من السكان لمغادرة منازلهم أما رياضيا فحقق فريق ليفر بول الإنجليزي فوزا مستحقا على حساب نظيره انتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الذهاب دور الستة عشر من منافسات دور أبطال أوروبا تشامبينز ليج للموسم الحالية جاء هدف المباراة عن طريق برازيلي روبيرتو فرمينو والنجم محمد صلاح في الدقيقتين الخامسة والسبعين والثالثة والثمانين على التوالي وفي البطولة ذاتها خطف فريق باعن مينخ الألماني تعادلا قاتلا مع مضيفه رادبول سالتسبرج النمساوي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب برادبول أرينا نهاية منجزة التسانة والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل